بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الثالثة أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم ونتناول في الدرس الرابع اختبار جوردن لتشخيص صعوبات القراءة والكتابة طبعاً أعد العالم جوردن اختبار جوردن لتشخيص وعلاج صعوبات القراءة والكتابة في صورته الأصلية عام 1989 وقام بمراجعته عام 2000 طبعا هذا الاختبار يهدف إلى تشخيص الطلبة ذوي صعوبات القراءة والكتابة ووضع برامج علاجية لهم يعني هذا الاختبار يعد من الاختبارات التشخيصية العلاجية كونه يحدد مشكلة الطالب ذوي الذكاء العادي والذي يعاني من صعوبات في القراءة والكتابة يعني هذا الاختبار يقوم بجمع معلومات وبيانات عن قدرات الطالب وصعوباته القرائية والكتابية مع ربط عملية التقيم بالتعليم العلاجي الفردي طبعا هذا الاختبار يقدم 11 اختبارا وهذه الاختبارات موجودة أمامنا أولا اختبار جوردن لصعوبات القراءة البصرية طبعا هذا الاختبار يحدد أنواع صعوبات القراءة البصرية التي تحتوي الرؤية وتذكر التفاصيل بالعكس أو على نحو عشوائي ثم بعد ذلك اختبار جوردن لصعوبات القراءة السمعية طبعا هذا الاختبار يحدد أنواع صعوبات القراءة السمعية عند الأفراد غير القادرين على سماع الفونيمات الهادئة والبطيئة أو الحادة والسريعة والتي تعيق عملية تعليمهم الأصوات ومقاطعها وتمييز الكلمات ذات الإقاع المتشابه أو تهجئة الكلمات من الذاكرة على نحو صحيح ثم اختبار جوردن لصعوبات الكتابة طبعا هذا الاختبار يعني يحدد صعوبات الطالب في الكتابة المقروئة نتيجة عدم تطور اللحاء الحركي لديه فالطالب الذي يعاني من صعوبة في القراءة يعاني من صعوبة في السيطرة على حركة الأصابع وبالتالي لا يتمكن من الكتابة على نحو جيد أيضا اختبار جوردن لصعوبات الحساب طبعا هذا الاختبار يحدد الصعوبات التي تعانيها الطالب في مجال الرياضيات وصعوبات الذاكرة المتعلقة بالعمليات الحسابية أيضا يوجد لديه اختبار جوردن لصعوبات رؤية القراءة هنا هذا الاختبار يحدد صعوبات مثل صعوبات التجميع البصري صعوبة العين في التبع القراءة وعدم رؤية الطباعة بالخط الأسود على الورقة الأبيض مثلا عدم القدرة على رؤية الرموز المطبوعة على الرغم من وجود حدة ابصار طبيعية لدى الفرد أيضا لديه اختبار جوردن للتصنيف الشفهي وهذا الاختبار يحدد صعوبات القراءة البصرية والسمعية والتجميع البصري وصعوبة التتبع في القراءة هذا يعيق مهارات القراءة ويحدد مستوى إحباط الطالب ومستوى التعليمي ومدة تعلم القراءة أيضا لديه اختبار جوردن لقياس النمط التعليمي في هذا الاختبار نحدد أنماط مختلفة للتعليم والتفاعل الاجتماعي والتي يجب دمجها بنجاح إذا أردنا أن يكون تعليم الطالب فاعلا أيضا لديه اختبار جوردن لقياس نقص أو تشتت الانتباه ويحدد هذا الاختبار نمطين من أنماط اضطرابات الانتباه هما أولا اضطراب ضعف الانتباه اثنين اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد طبعا هذا الاختبار يوضح للمعلمين كيفية قياس أنماط اضطراب ضعف الانتباه ووضع الاستراتيجيات العلاجية لاستعادة الانتباه المحدد أيضا يوجد لديه اختبار جوردن لقياس نسبة التعلم هنا هذا الاختبار يحدد مدى سرعة أو بطء معالجة الدماغ للمعلومات أيضا يوجد لديه اختبار جوردن لتصنيف متلازمة اسبرغر وهذا الاختبار يحدد السلوكات المتكررة وغير الملائمة والشديدة لدى المراهقين والراشدين من الطلب الذين يعانون من متلازمة اسبرغر طبعا هذه السلوكيات معروفة أنها غير ملائمة ومزعجة للمعلم داخل البيئة الصفية أخيرا اختبار جوردن لصعوبات التعلم الاجتماعي والانفعالي طبعا هذا الاختبار يحدد أنماط المتعددة للسلوك الاجتماعية والانفعالية غير التكييفية مثل مثلا التقيو السلوك العدواني الكآبة الخفيفة أو الحادة طبعا هذا الاختبار اختبار جوردن يطبق بطريقة فردية وطريقة جماعية من قبل أخصائيين في التربية الخاصة يكونون على درجة من المهارة في تطبيق وتصحيح الاختبار طبعا الفاحص يجب عليه أن يتقيد بتعليمات الاختبار الموجودة في كتاب دليل الفاحص قبل البدء بعملية التطبيق طبعا مدد التطبيق الاختبار الفردية ساعة والجماعية نصف ساعة والوقت اللازم لتصحيح الاختبار هو نصف ساعة طبعا المفحوص يمنح درجة واحدة على كل فقرة تنطبق عليه ولا يمنح أي درجة على الفقرة التي لا تنطبق عليه يعني ياخذ عليها صفر وتكون الدرجة الكلية هي مجموعة درجات التي يحصل عليها المفحوص في الاختبار طبعا الآداء الطالب يفسر على كل اختبار وفق سلم للدرجات والتي يمثل من خلال إذا كان الطالب يعاني من صعوبة في القراءة والكتابة من الدرجة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة أو لا يعاني من صعوبة